بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اه شباب ولسنوي احنا النهار ده هنكمل الالجبرا اخر درس كنا خدناه كانت يا جماعة لو نفتكر الدرس اللي بعده ده اخر لسن في يونت وان في الالجبرا ملتوبلاكاتف انفرس اوفا ماتريكس طيب قبل ما نبدأ في ملتوبلاكاتف انفرس اوفا ماتريكس تعالوا نفتكر كان يعني ايه اصلا ملتوبلاكاتف انفرس اوفا عادي لما اجي اقولك two over five مين الملتوبلاكاتف انفرس بتاع two over five زمان كنا خدناك المتين كنا خدنا كلمة اسمها additive انفرس كنا بنعمل change the sign يعني بدل positive two over five كنت هتبقى negative two over five ده لو قال additive انفرس انما ملتوبلاكاتف انفرس كنا بنجيب reciprocal of the fraction يعني بدل two over five كان بيبقى five over two الغرض منه اي نمبر multiply its multiplicative inverse the answer should be the identity which is one الكلام ده في النمبرز عادي احنا النهاردة عايزين نتعلم ازاي اجيب الملتوبلاكاتف انفرس اول حاجة عايزة راجع جماعة على اللي احنا خدنا اللي اللي فات لما اجي اقولك two three four مثلا negative five واجي اقولك عايزين نفك الdeterminant ده ونشوف الvalue بتاعته بكامل طبعا كل اللي بنعملك ان بنعمل cross multiplication بنبدأ من ناحية الشمال two multiply negative five which is negative ten المينس دي كده كده سابت three times four which is twelve negative ten minus twelve which is negative twenty two ده كان الدرس اللي فات ان انا ازاي احسب الطب يا مستر علمنا بقى دلوقتي ازاي نجيب الملتوبلاكاتف انفرس طب يا شباب تعالوا كده نشوف اول حاجة عندك لو انا عندي اسمه ايه بيتكون يا جماعة من negative two two three negative four وانا طلبت منك انا عايز اطلع ال a inverse negative one اللي بتكتب فوق دي معناها the multiplicative inverse of a matrix a. طيب بصوا جماعة نكتب على جنب كده الرول بتاعتنا. لو انا عندي matrix a b c d. الماتريكس ده اسمه ايه? علشان اجيب ال inverse بتاعه. الرول ببساطة جدا بتقول one over determinant. يعني هاحسب determinant الماتريكس ده زي ما عملنا من شوية. بعدين open matrix. ال a و d replace each element instead of each other. يعني هنجيب ال d هنا وهنجيب ال ايه هنا. طب ال b و c هن change the sign of b و c. يعني لو هي كانت positive تبقى negative. ولو كانت negative تبقى positive. يبقى ال a و d بن replace the position او بن change the position. اما ال b و c بن change the sign. بس كل ده بعد ما اعمل one over determinant. طيب يلا اول حاجة نحسب the determinant. مع بعض كده سريع. negative two times negative four which is eight minus two times three which is six. eight minus six which is two. طب تعالوا نقول الرول بقى. one over determinant اللي طلع اللي هو two. افتح شباب matrix. هنبدل negative two and negative four ما كان بعضي. بقى negative four جات هنا وال negative two جات هنا. ال two three change the sign. بقيت negative two. ودي بقيت negative three. the last step. اخر خطوة. multiply the half by each element of the matrix. فهيبقى. half multiply negative four which is negative two. half multiply negative two which is negative one. half multiply negative three which is negative three over two. half multiply negative two هتكون negative one. ده هو الملتبليكاتف inverse of a matrix A. يعني لو حبنا نعمل ال A multiply inverse. او ال inverse multiply A. كده جماعة. لازم الاجابة في الاخر تطلع ال identity او اليونت matrix one zero zero one. والمعلومة اللي لازم نعرفها. انا ما ينفعش اجيب اه ملتبليكاتف انفرس او الماتريكس الا لو هو سكوير ماتريكس. سكوير ماتريكس احنا فاكرين يعني ال number of rows add the number of columns. طيب احنا عندنا في منهجنا ازاي يجيب انفرس لتو باي تو بس. ما عندناش دلوقتي ثري باي ثري. فاحنا الغرض من الملتبليكاتف انفرس ان هو لو اتعمل ملتبلاي للماتريكس الاصلي يطلع الانسر في الاخر ال identity matrix one zero zero one. طيب كمان example نشوف كده ينفع له ملتبليكاتف انفرس ولا لا. لو انا عند يا جماعة اه ماتريكس بي. half two three twelve. والمطلوب ان انا اجيب الملتبليكاتف انفرس if possible يعني يا جماعة لو ينفع. طيب هو انا اعرف ينفع او ما ينفعش منين. طبعا يا شاب انا لو جيت اتكلم على الرول بتاعتنا اللي احنا شايفينها دي. طبعا لو طلع معايا zero. طبعا انا مش هينفع اعمل any number divide zero. فهتديني على calculator math error which is undefined. يبقى احنا يا جماعة لازم اول حاجة احسب زي ما احنا عملنا الاول هنا. لو طلع يعني لو ما طلعش بزيرو يبقى ينفع اجيب طب يا مستر لو الdeterminant طلع بزيرو. يبقى ال inverse undefined يعني ما ينفعش نحسب multiplicative inverse. طيب انا هنا عندي matrix اسمو بي. half two three twelve. طيب اول حاجة علشان اعرف ينفع له inverse ولا لا احسب الdeterminant. half multiply twelve which is six minus two times three which is also six. six minus six which is zero. طب مادام الdeterminant طلع zero ما اقدرش اقول one over zero. ده معناه ان البي inverse is undefined. يعني ايه جماعة? undefined. يعني ما ينفعش يا مستر اصلا يطلع multiplicative inverse لماتريكس اسمو بي. المقصود سبيع عمات انا اقصد الماتريكس ده. ليه? عشان الdeterminant طلع بزيرو. يبقى سباب شرطة اساسي علشان احسب الملتبليكاتف انفرس ان انا الاقي الdeterminant not equal zero. لو بزيرو هقوله يبقى الكلام ده undefined. طيب اكزامبل كده جماعة. find the value of x which make the matrix has a multiplicative inverse. انا كتب لك matrix a x three twelve x. وغاية بقول لك find the value of x اللي تخلي الماتريكس ده لي multiplicative inverse. طب احنا شاب نفكر مع بعض. امتى الماتريكس يبقى لي multiplicative inverse. تمام يا مستر? لو الdeterminant ما طلعش بزيرو. طيب مين ال x اللي تطلع الdeterminant بزيرو? ده اللي انا هحاول اجيبه. يعني هحاول يا شاب اعرف مين ال x اللي تخلي الdeterminant بزيرو. طب بعد ما طلع الاجابة النمبر اللي هيطلع ده هو ده اللي ما ينفعش يخلي الماتريكس لي inverse. طب انا عايز اللي ينفع هو من اي ال r except اللي طلع. طيب تعالوا كده نبدأ مع بعض. هنفك نخلي الdeterminant ونفك. انا عايز اعرف مين اللي هيطلع الdeterminant بزيرو عشان اشيلو من الاجابة عندي. طيب يا مستر. يا حاول كايل الف مرة. مدام حطنا بادينا يبقى لازم نحط قبلها positive or negative. يبقى الاكسة طلقت يا positive يا negative six. ال positive وال negative six ده يا جماعة اللي ما تخليش ال inverse الماتريكس لي inverse. طب انا عايز which make the matrix has a multiplicative inverse. يعني انا عايز اعرف اللي يخلي الماتريكس لي. هقوم قيل له يبقى X belongs to or any number any real number except the six and negative six. طيب كمان example عشان نأكد معلوماتنا. لو عندي matrix A. X آآ minus one آآ four three X minus two. وبرضو نفس السؤال انا عايز اعرف the value of X which make the matrix has a multiplicative inverse. احنا يا مستر اتفقنا نحلها بالعكس. هاشوف مين اللي يبوز? واقول R معدة اللي يبوز. طيب اللي يبوز هالي اللي يخليلي determinant equal zero. determinant يا مستر يعني اعمل cross multiplication. X minus one X minus two minus four time three which is twelve. عايز اعرف اللي هيخلي كل ده equal zero. طيب يلا نفتكر يا جماعة. كنت ازاي بفك two brackets كنا بنعمل first 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 by second. second by first second by second. انا معاملها براحة خالص عشان الكل يبقى مستوعب. X time X which is X squared. X time negative two which is negative two X. negative one time X which is negative X. negative one time negative two which is positive two. وانزل ال minus twelve واقول equal zero. نبدأ نحل المسألة او نبدأ نجمع like terms اول حاجة. طيب يلا كده مع بعض براحة. X squared negative two X minus one X which is negative three X. positive two minus twelve which is negative ten. الكلام ده كله equal zero. طبعا يا جاب كلكم بتشبهوا على equation دي. دي quadratic equation. يبقى عندي طريقتين احلها بها. يئما mode five three على الكالكليتور زي ما احنا متعلمين mode equation three factorization يعني. يئما الجنرال فورملا. طيب بالفاكتوريزيشن على طول هيطلع لي X و X. two five plus minus. يبقى يئما ال X ب negative two or ان ال X equal five. بس زي ما اتعلمنا. دول يا جماعة النمبرز اللي اللي يبوزوا المسألة اللي ما يخلوش ليها multiplicative inverse. طب انا عايز اللي يخليلها multiplicative inverse. هم اللي يبقى ال X belongs two or except negative two. و five. ده ال values of X اللي ينفع يبقى للماتريكس ده multiplicative inverse. any number. any real number. except negative two وال five. هم بس اللي يبوزوا. طب يا جماعة الجزء اللي بعد كده آآ كام رول بس كده سهلين هنقولهم معبعد. والنحل عليهم. اول رول آآ آآ I inverse inverse هترجع هي هي تبقى matrix a itself. بالزبط نفس الرول اللي خدنا قبل كده A transpose transpose تبقى هي هي ماتريكس a itself. طاب رول تاني. A b. يعني A multiply بي اول انفرس يعني الانفرس بتاع اي تايم بي يعني افروض احسب اي تايم بي الاول باللي احنا تعلمناه زمان واللي يطلع اعمل له انفرس لأ احنا بنقول بقى فيه رول سهلة شوي ان اي بي اول انفرس هي هي بي انفرس مالتوبلاي اي انفرس يعني بنقلب الاي ما كان البي ونحط انفرس نفس الرول برضو اللي كان في درس الترانسوبوز اي بي ترانسوبوز هي هي ايه اللي بيها مستر بي ترانسوبوز اي ترانسوبوز ده الرولز بس سهلين كده نبقى عارفها اخر جزء ده هو الجزء الخاص بالاكويجنز how to solve اكويجنز طيب ببساطة قوي كده لو انا عندي ماتريكس اسمه اي مالتوبلاي ماتريكس اسمه ايكس ايكول ماتريكس اسمه سي انا عندي الاي والسي وطالب منك تجيب لي ماتريكس ايكس طيب احنا متعلمين زمان لما بنيجي نحل اكويجن عكس المالتوبلاي بيروح بالدفايد فانا لو عايز اجيب الايكس همشي الاي بالدفايد طيب يا مستر احنا ماخدناش حاجة اسمها اما الاي يا مستر بقى اللي هيحصل الدفايد يا جماعة هو هو ان انا اعمل تايمز الملتوبليكاتف انفرس يعني مثلا دفايد تو هي هي ملتوبلاي هاف دفايد فور هي هي ملتوبلاي كوارتر اللي هي وان اوار فور فانا ممكن استغني عملية الدفايد مدام انا مش عارفها واخليها ملتوبلاي فكل اللي هطلبه من جانبك ان انت هتوديل اييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييي لو ماتريكس اي موجود في الاول هيروح الناحية التانية برضو في الاول قبل السي طب لو هو اصلا كان موجود بعد ال اكس يعني موجود تاني ماتريكس يروح برضو الناحية التانية تاني ماتريكس انه هو بيحافظ على البوزيشن بتاعه موجود في اول بوزيشن هيروح الناحية التانية برضو اول بوزيشن موجود في تاني بوزيشن هيروح برضو الناحية التانية في تاني بوزيشن هنسوف بس مع بعض مسألتين على الجزء ده ويبقى احنا خلصنا الدرس بتاعنا ده تماما طب يا شباب عندنا دلوقتي قدامنا مثال مطلوب منك تجيب زي ما تعلمنا طبعا دي فالمفروض يا مستر اوديها بالدفايد احنا يا شباب ما عندناش حاجة اقولنا في الماتريكس اسمها دفايد انا اوديه هناك بالمالتبليكاتف انفرس بس هيحافظ على البوزيشن مدام هو في اول بوزيشن هيروح هنا في اول بوزيشن اول حاجة تعالو نجيب الانفرس بتاع الماتريكس ده يا مستر تعالى كده نفتكر كنا بنجيب الانفرس ازاي كنا بنقول طب يا الله حد يحسب معايا كده وقوم فاتح ماتريكس قلنا دول بنبدلهم مكان بعض ده زيرو وده تو اما الاتنين دول بنترنج البوزيشنز دي بقت positive 1 وده بقت negative 3 طب بس كده يا مستر فاضل بس نعمل multiply كل element في 1 over 3 زيرو multiply اي حاجة ده كده زيرو 1 multiply third فبقى third third multiply negative 3 فبقى negative 1 third multiply 2 فبقى 2 over 3 مين ده يا مستر ده الملتوبليكاتف انفرس بتاع الماتريكس بتاعنا يا جمع اتفقنا هوادي هناك بس هيحافظ على البوزيشن يعني هيكتب في الاول يبقى matrix x equal يلا بقى بنروحه كده هنكتب ده في اول position zero third negative 1 two third multiply الماتريكس الاصلي اللي موجود في بيته negative 1 with 3 طيب الناس تفتكر معايا كنا ازاي يا مستر بنحسب بنعمل الملتوبلي كنا بنعمل اول row multiply اول column بعد كده تاني row في الكولوم طب فكرنا يا مستر ده بايدة zero by negative 1 بزيرو third by 3 ب1 zero plus 1 which is 1 خلصنا ال row الاولاني وما فيش columns تاني يبقى ننزل على ال row التاني هنمسك ال second row multiply the column negative 1 time negative 1 which is 1 two over three multiply three which is two one plus two the answer is three يبقى انا كده قدرت اطلع الاجابة بتاعتي اللي انا عايزها ان matrix x طلع عندي equal يا مستر one with three ده matrix x اللي انا كنت محتاجه في النهاية طيب كمان اجزامبل اخير عشان يبقى الدرس خلص خالص هنقوله مع بعض كده بنروح الراجل جاي بيقول لها جماعة ايه solve the equations two x plus three y equal seven والاكوزين التانية x minus y equal one طب يا مستر ما هي سهلة ما تيجي نعملها مستر تالت اعدادي بالأومتينج هي تمام بس هو هنا مش طالبها كده طب يا مستر ايه رأيك نعملها بكرامر زي ما تعلمناها الدرس اللي فات بطريقة الديترمنانس الكلام ده لو هو قال لك using determinants اللي هي طريقة يا جماعة دلتا ودلتا x ودلتا y للناس اللي ذاكرت هنا انا كاتب using the matrices يعني انا عايز اعرف الـ x بكام والـ y بكام بس using the matrices طيب بصوا بقى احنا هنفرض equation من عندنا الـ equation دي اسمها a x equal c مين الـ a زي الدلتا كده جماعة في الـ determinants هي الـ coefficients بتاعت الـ x والـ y يعني افتح مستر كده تبقى 2 3 وهنا 1 و-1 طب مين الـ x ده ده الـ x والـ y اللي انا عايزهم x وهو يمهي المسألة عايزة الـ x والـ y equal مين الـ c هي 7 والـ 1 اللي هي الـ answers كده انا خلتها بالضبط زي السؤال اللي كان فوق انا عشان اجيب الـ x والـ y او اجيب الماتريكس ده شباب مش اتفقنا هنودي ده الناحة التانية طب يا مستر مينفعش يبقى هحسب يا مستر الملتبليكاتف انفرسي بتاعه ووديه الناحة التانية طيب الملتبليكاتف انفرسي بتاع الكلام ده اتفقنا 1 over the determinant ده كده 2 type negative 1 which is negative 2 وده كده 3 negative 2 minus 3 هتبقى negative 5 بعدين يا مستر اكتب ماتريكس بدل دول يا مستر بقت هنا negative 1 وبقت هنا 2 change the signs بتاعت 3 والـ 1 فبقت negative 3 و negative 1 طيب يلا يا مستر expand او distribute اعمل يعني multiply النمر اللي بره في كل element ده by negative 1 فبقى 1 over 5 1 over negative 5 by negative 3 بقى 3 over 5 by negative 1 بقى board 1 over 5 by 2 بقى negative 2 over 5 ده مين يا مستر ده الملتبليكاتف انفرسي بتاع الماتريكس بتاعنا هوادي هناك بس هيحافظ على البوزيشن بتاعه يبقى x y اللي انا عايزهم equal ده مكتوب في الاول هيروح برضو في اول position 1 over 5 3 over 5 1 over 5 negative 2 over 5 هعملوا multiply 7 with 1 هنفتكر برضو طريقة الملتبلي اللي احنا عملناها فوق برضو بتاعت lesson multiplying matrices first row by first column هتعمل انت عالكالكلياتور 1 over 5 by 7 plus 3 over 5 by 1 هتطلعته مفيش columns تانية بانزل على الرول لتحته هنمسك الروق multiply column النمر الاولاني time الاولاني والتاني time التاني وplus بعد 1 over 5 time 7 هتبقى 7 over 5 negative 2 over 5 time 1 بnegative 2 over 5 plus بعد هتطلع 1 كده انا طلعت X equal 2 Y equal 1 او ايه اللي يبقى solution set equal set جوها طبعا الشباب order the pair عشان ده X و Y X except 2 Y 1 كده يبقى درس multiplicative inverse يا شباب خلص تماما اه اتمنى الناس تذكروا كويس وبرضو تحل من المعاصر او من بوكلت او من اي يعني مصدر عندكم واللي عنده اي سؤال او اي مشكلة ياريت يبقى يبقى بعد لي السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة